دكتور رشيد يقال أن المجتمع المغربي دينا في عداد من الاختلالات وعداد من الانحرافات والسكوت على المخالفات والانحرافات يعمقها في المجتمع فكان يحتاج الكسر الطابو وإخراجها من الخفاء إلى العالم حتى نعالج الظاهرة فالأيطار هذا يجيب مجموعة الأعمال في النية من الاغتصاب وكيمتلو به ومنها مثلا تعرض بالملتحين كما في بعض الأفلام ومنها 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 هل تتفق مع هذا الطرح؟ الاتحال حينما نتكلم عن الطابو أو الطابوهات في هذا المجال في المجتمع المغربي فنحن نتكلم عن أشياء الأصل فيها أنها ممنوعة إما شرعا ودينا أو عرفا أو قانونا وتعد خطا أحمر بحيث أن المجتمع لا يرضى أن تكون فيه هذه الأشياء فإلا أن رغم ذلك رغم هذا الأمر هي موجودة في المجتمع يتجد سواء بشكل بكطر أو بقلة فهي موجودة في المجتمع فمن حيث أن نأتي أن يتعرض عمل سينمائي لبعض هذه الأشياء ويتكلم عنها ويدهر إلى المجتمع ما يسمى بالطابو مثلا حينما نتكلم عن الزنا مثلا الزنا هو محرم شرعا مرفوض اجتماعا لا يقبله الناس في نفسهم أو في غيرهم إذ النفوس جبلت على الدفاع عن الأعراض وبصفة عامة ولكن أن نخرج عملا فني لتناول هذه الظاهرة وأن يتكلم عنها والغرض من ذلك بيان خطورتها بيان أشياء التي ترتب عن الوقوع في الزنا فإذا كان العمل الفني بهذه النية وبهذا القصر فهذا حسن وهذا محمود لكن ما نرى من هؤلاء شيء آخر المقصود به كسر الطابو أو الطابوهات نرى أولا أول شيء يدخمونه هذا ما يسمى بالطابو يدخمونه في المجتمع يذكرونه أرقاما لا ندري حقيقتها من خلال في داره ثانيا الأمر الثاني يقررون أن معاناة الناس فيما يتحلق بهذا الطابو يتعلق فقط بمنعهم منه ليس أن الشرع قد منعوا ومقرر في ديننا وفي قواعد الفقه الحنيف أن ما نهى الله عز وجل عنه فهو فيه مفاسد إما كثيرا إما فلا ينكن شيء ينهى عنه الشرع الحكيم إلا وفيه مفاسد وفيه مفاسد عفوا وهذه المفاسد قد تكون في باب الضروريات الخامس أو في غير ذلك فأن نعتقد أن معاناة الناس فقط تكمن في منعهم هذا أولا مغالطة مفضوحة كذلك إذا منع العرف هذا الشيء وسمه طابو فالعرف لا يمكن أن تختار منع شيء إلا عن تجربات محكامة وإلا لا يمكن للمجتمع أن يتفق عفوا على منع شيء وهو في أصله حسن ومحمود وفيه المنافع كذلك والأمر الثالث أن الحل عند هؤلاء هو أن نتفق مع ما يسمى هذا الطابو مع هذه الرديل أو مع هذا الخطأ مع هذه الفاحشة وأن نرفع تجري ما إذا كان الأمر يتعلق بالقانون وأن نشيع مثل كما مثلت لكم بالزنا مثلا أن نشيعها بين الناس وينتهي المشكل فتصوير حقيقة الطابو بهذا الشكل هو استخفاف بعقول الناس لأن هناك أشياء كثيرة إذا اخترنا مثلا موضوع الزنا هناك عندنا أمراض في هذا الباب عندنا كذلك أبناء الزنا وما يترتبوا عليه من معاناة لهذا الإنسان يتكلم معا عن حقوق الإنسان وأين حقوق هذا الطفل الذي يسمح له أن ينشأ في ظروف أو ينشأ في ظروف غير إنسانية غير كريمة كذلك إذا تكلمنا عن طابو يسمى طابو كذلك فيما يتعلق بالسخرة بالدين يقول من باب حقوق التعبير أن نتكلم وأن نتناول الدين بالسخرية وكذا علاقة موضوع السخرية مثلا المتطرفين الذين يسمونه متطرفين هل يعقل أن تستهزئ بمتطرف كي ترده إلى الرشاد إنسان من الحال فقط تستهزئ به باش ترده بتركه مستقي ستزيده وتطرفه نعم ستزيده وتطرفه كما تفضلتم إذن فريدت حالة فكرة تكسر الطابو هي فكرة مرغومة ومغالطة فضوحة لأننا حينما نتكلم عن هذا الطابو أولا لماذا سميه بالطابو مسكوت عنه نعم إظهار هذا المسكوت عنه وإظهار هذا الشيء الذي هو يراد فضحه أو إظهاره للناس وإخراجه إلى العلن لماذا؟ هل لكون الناس يعتقدون تحريمه منعه؟ هذه الأشياء لا بد من أسئلين علمية مركزة حتى نعرف الظاهرة وأسبابها والنتائج التي أوصلت إليها وما هي الحلول التي ينبغي يسلك في هذا البدء